التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نعيب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزر حاكم الدبي رعاه الله فخامة محمد مزيرو ورئيس جمهورية المالديف الصديقة وذلك ضمن عمال القمة العالمية للحكومات الفين واربعة وعشرين بحث سمو خلال اللقاء مع فخامة رئيس جمهورية المالديف على علاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين ومشاركة جمهورية المالديف في القمة العالمية للحكومات وما تمثل من فرص لمزيد من التقارب بين الإمارات والمالديف على مختلف الصعود تطرق اللقاء لأبرز المحاور التي تضمنتها جندة القمة العالمية للحكومات وما يمثله الحدث من أهمية دولية باعتباره منصة جامعة ومحفزة لتعزيز جهود الحكومات حول العالم ترجمة نانسي قنقر